الذبابة السوداء ليست من الانواع الغازية في اسبانيا لكنها حشرة موطنها النظم البيئية الايبيرية لكنها كانت تعاني منذ بضع سنوات من قمم لم يسبق لها مثيل في سكانها. على الاقل هذا هو تصور العام لديهم في مدريد وكاتلونيا وفالنسيا ومورسيا وإراغون ومناطق الاندلس حيث اصبحت هذه الذباب آفة حقيقية تهاجم كل من الناس والحيوانات. منذ عام الفان وخمس عشر وحتى عام الفان وتسعة عشر في مدريد وحدها عالجت الخدمات الطبية اكثر من ثلاثمائة الف شخص يعانون من لدغتها. يوجد في سرقست اكثر من عشرون الف مصاب كل عام عندما لم يتجاوزوا قبل عقد من الزمن اربع الاف وخمسمائة وثقا لمصادر صحية. والحقيقة هي ان لدغة ذبابة السوداء شديدا بشكل خاص. اكثر من العض ما تفعله هذه الحشرة هو لدغة الجلد. تاركة كدمة مرئية يمكن ان تستمر لعدة ايام وحتى اسبوع. اضطر العديد من سكان المناطق المتضررة الى ذهاب الى غرفة الطوارئ الذين يعانون من ترمات كبيرة والتهاب الجلد والحكة الشديدة. ولكن ليس فقط الناس تتأثر الحيوانات الاليفة والماشية ايضا بالذبابة السوداء وهي نوع يبدو انه يفضله الحرارة. يهاجم بشكل خاص الاغنام والابقار والخيول والماعز. ولكن ايضا الكلاب والحيوانات الاليفة الاخرى تشكل هذه الحشرات سحابة كبيرة تحيط بالحيوان ولا تتوقف عن مضايقته وعض. لذلك اضطر العديد من المزارعين الى تغيير الاوقات التي يخرجون فيها الحيوانات لتجنب هذه الافة قدر الامكان. لا احد يبدو ان تكون امنان. وكان الاطباء البيطريون ايضا عمل اضافي لبضع الصيف الان. هذه الحشرة المزعجة صغيرة جدا. يتراوح قياسها بين ثلاثا وستة مليمترا. وهي اشبه بالبور على ما يبدو. فان انتشاره يرجع الى عدم كفاية تنظيف مجاري الانهار. وهو نتاج اشهر الحمس بسبب جائحة الفيروس التاجي. وثقا لتقارير اعلامية عديدا في المناطق المتضررة. تضع هذه الذبابة السوداء ليرقاتها على الغطاء النباتي الملامسة للمياه العذبة. بما ان تنظيف هذه القنوات لا يمكن تنفيذه بشكل صحيح. فقد تضاعفت هذه الحشرات. بالاضافة الى ذلك. ادت درجات الحرارة المرتفعة ايضا الى الفقس المبكر. فضلا عن الاختفاء التدريجي للحيوانات المفترسة. السنون والسويفت والخفافيش. والانواع الحشرية التي تكون حمايتها ضرورية على وجه تحديد للحفاظ على هذا النوع من الانواع المزعجة. لدرة لها هو اكثر تخفي من ذلك من البعوض. انها تقع الكفوف اقل قدر ممكن على الجلد. لذلك يذهب دون ان يلاحظها احد. يقوم بحقن مخدر اقوى من مخدر البعوض. ومضاد للتخثر لجعل الدم اكثر مرونة. نحن لا ندرك انه قد اكتوى لنا حتى فترة طويلة في وقت لاحق. لدرة لديها التهاب كبير مع نقطة حمراء في المركز. في هذه الحالة من الافضل وضع ثلج وذهاب الى غرفة طوارئ اذا كانت هناك اعراض لرد فعل تحسسي. سوف تسبب الادغة التهاب على الرغم من كونه مؤلما. الا انه لا يمثل اي خطر لانتقال المرض. وثقا للجمعية الاسبانية لطب الطوارئ والطوارئ سيمي. في مدريد مع اصول درجات الحرارة المرتفعة. لاحظ جيران العديد من الاحياء قبل بضعة ايام انتشار ذبابة السوداء. يمكن ان يصبح المشي في الهواء الطلق عبر مناطق معينة تعذيبا نظرا للعدد الكبير من عينات ذبابة السوداء التي تعود لمدة عام اخر لملء المناطق المحيطة بالعاصمة. لذلك قام مجلس المدينة بالفعل في عام الفان وعشرون بتبخير مهم لنهر منزن ليسا للقضاء على هذه الحشرة. ولكن يبدو ان المشكلة قد تم استنساخها هذا العام. نفس شيء يحدث في كاتالونيا. بدأ اتحاد السياسات البيئية في ايبرو كوباته. بالفعل في فبراير من هذا العام العلاج الاول ضد طعون الذبابة السوداء في الامتداد الاخير لنهر ايبرو. بعد العام الماضي اظهر هذا الاجراء فعاليته. هذه الوكالة لديها ميزانية قدرها 1.3 مليون يورو لمكافحة الذبابة السوداء والبعوض. يتم توفير النصف من قبل الجنرال والباقي. ديبوتان سيدي طاراغونة وبلديات الدلتا دي ليبري. واحدها كيفية منع لدغة علامة استثهام. اللباس في الملابس الطويلة والخفيفة. لا تقضي الكثير من الوقت في الانهار او الخزانات. تثبيت النموسيات في منزلك. يمنع تراكم الماء. استخدام طارد الحشرات الطائرة. اثنان ما هي الاعراض علامة استثهام. الم شديد في المنطقة المصابة. نقطة مركزية حمراء ونزيف. التهاب المنطقة المهاجمة. حكا. فيالت او بقعة حول المنطقة المصابة. ثلاثا ووت ما هو العلاج علامة استثهام. تنظيف وتطهير المنطقة المهاجمة بمطهر. تطبيق الباردة. لا تفكر حتى في الخدش. ستزيد الامر سوءا. المنتج يهدئ لدغات. استشر مركزا صحيا او اخصائيا.